نروح ونرجع ورد نسالف بربابتنا التي لم تنتهي ولم تتوقف عند حد معين والمشكلة أن الولد القائمين على هذا المسلسل المحزن والمخزي والمخجل ما زالوا يصرون ويكابرون ويكذبون وينقتون فيه إلى حد أنه الرائحة أصبحت نتنة لا يمكن احتمالها ولا يمكن القبول بها أو التعايش بها الفساد في العراق لم ولن يكون مثله في التاريخ والمشكلة أن هذا الفساد لم تنحصر آثاره في الداخل على حياة الناس وعلى وظائفهم وعلى قوتهم وعلى عيشهم وعلى استقرارهم وعلى آمانهم بل تعدى هذا إلى الخارج فقبل أيام أعلنت فوضية الاتحاد الأوروبي وهو أمر ليس جديدا بأن وضعت العراق واحد من الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أخطر تهمتين ممكن أن تواجهها حكومة والحكومة التي توصف بلدها ومؤسساتها المالية وأراضيها بهذا الوصف فتبا لها وتبا لمن يحكمها وهذا الأمر هو ليس وليد الصدفة ولا جاء عبثا ولم يكن مفزعا بالنسبة لنا ولكنه أمرا كان أقل من أن يكون طبيعيا لأن مسلسل السرقات والفساد والبوق هي لجهات والطبقات سياسية نافذة تمتلك السلطة وتمتلك المال وتمتلك المصارف وتمتلك حركة الأموال وتمتلك كل شيء المضحك المبكي في هذه القضية هم الذين يتباكون كالتماسيح على أن العراق أصبح من الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال ودعم الإرهاب وكأن هذا الكبير الذي يتحدث كان في غفلة من أمره وقد انتبه واليوم يجحذ الهمم حتى ترفع هذه المفوضية وتلك الجهة وهذه الجهة الحيف عن العراق لماذا عمو أنتم من باقي البلد؟ لماذا يجعل المصارف مالات من؟ الفلوس تطلعا مال من؟ من الباقي؟ ومن العاون؟ ومن النيم؟ ومن الغطة؟ ومن الهراب؟ ومن الاستقبال؟ ومن البارحة ما عدة دينار؟ اليوم عدة فلل؟ فدائما أنا أقول لما تخاطبون الناس اعلموا أن كنتم لا تعلمون هؤلاء عراقيون وعدنا مثل يقول العراقي يقرى الممحي نعم مرات صبرة ثقيل بس من يوقف صعب بعد تشذب عليها من أوصل البلد إلى هذا المستوى؟ وشلون صرنا من الدول اللي عالية المخاطر بتهريب الأموال ودعم الإرهاب؟